عقب لقاء انعقد بشكل نصف حضوري حول خطة العمل الوطنية لتثمين النفايات المعدنية أكد وزير الطاقة والمعدن والبيئة أن مواقع المناجم التي توقف استغلالها والمخلفات المعدنية يمكن أن تشكل فرصة مدرة للثروة ضمن مقاربة للتنمية المستدامة بعد عدد من النفايات الصناعية المتعددة الإلكترونية الزيوت العجلات البطاريات نشتغل الآن القطاع البيئة وقطاع المعادن نشتغل على كيفية المخطط مرتبط بمعالجة النفايات المعدنية وبالمواقع المعدنية المهجورة طبعا من خلال الدراسات اللي قمنا بها أن هناك إمكانية دي الإعادة التضوير إعادة استعمال هذه النفايات إما استعمالها كمعادن أو استعمالها في الأشغال في الجهيزات الطرق وفي البناء إلى غير ذلك وشكل هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية وباحثين مناسبة لتقديم مخطط العمل الخاص بالإجراءات الواجب اتباعها للتحكم في الآثار الممكنة لهذه الأنشطة وتقليصها في إطار الدراسة الوطنية لإعداد مخطط عمل لتثمين النفايات المعدنية في المغرب ترجمة نانسي قنقر